على هامش مشاركة مملكة البحرين في أعمال لجنة وضع المرأة الـ 62 بالأمم المتحدة في مدينة نيويورك شاركت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة في جزة رفعة المستوى حول الممارسات المبتكرة للإدماج المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة في مداخلة لها أكرت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن مملكة البحرين اتخذت خلال العقد الماضي عدة مبادرات مهمة من أجل تطوير الاقتصاد الوطني ورفع معدلات النمو فكان هناك مشروع تطوير سوق العمل جنبا إلى جنب مع تسريع جهود تمكين العنصر البشري البحريني ليكون الخيار الأول في التوظيف وإبقاء البطالة في أضيق معدلاتها حيث لا تتجاوز نسبتها 4% موضحة أنه تم اتخاذ عدد من تدابير الأمان الكافية لضمان تطور الفرد من باحث عن عمل إلى رائد عمل وتحويل المؤسسات الناشئة إلى مؤسسات صغيرة أو متوسطة مع الحرص على ضمان حضور مكون المرأة في جميع المبادرات والمشاريع والقطاعات الاقتصادية بما يضمن مساهمة اقتصادية مستدامة للمرأة في الاقتصاد الوطني وأوضحت الأمين العام للمجلس أن نسبة تملك سيدات الأعمال البحرينيات اليوم تصل إلى 43% من مجمل السجلات التجارية في البحرين مؤكدة أن هذا التطور الملحوظ أدى لارتفاع نسبة رائدات الأعمال البحرينيات في عدة قطاعات مختلفة حيث تشير الإحصائيات إلى نسبة امتلاك المرأة لعملها الخاص في المجال الطبي والصحة بلق 41% وفي مجال القطاع المالي والتأمين شهد معدل ارتفاع بنسبة 38% خلال العقد الأخير كما حضرت الأنصاري الجلسة الوزارية رفيعة المستوى حول المرأة في وسائل الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وتمكينها من الوصول إليها وتأثير هذه الوسائط والتكنولوجيا واستخدامها كآدات للنهوض بالمرأة وتمكينها وقدمت مداخلة أشادت فيها بالخطوات المتخذة من قبل المملكة العربية السعودية من خلال برنامج التحول الوطني في دعم وتمكين المرأة وضمان تواجدها في قطاعات حيوية وهمة مثل مجالات التكنولوجيا والهندسة والعلوم التقنية وهي قطاعات من النادر أن تتوجه لها المرأة مشيدة في هذا الصدد بمستوى التعليم العالي في الجامعات السعودية المتخصصة وهو ما يمهد الأرضية الخصبة لانخراط المرأة السعودية في هذه القطاعات هذا وعاقلة الأنصاري اجتماعات عمل في نيويورك مع المثلين عن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وحياءة الأمم المتحدة للمرأة وعدد من الفعاليات الوطنية المعنية بالمرأة في عدد من الدول الخليجية والعربية والإقليمية في إطار الترويج لجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة التي تم فتح باب الاشتراك فيها قبل أيام في فعاليات خاصة أقيمت بمبنى الأمم المتحدة بنيويورك